مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفضل على السريع كما رأيكم نشوفوا وراني بدلت دار بسبب الخوف والرعب من تقشيرها تنمو خايف منه وراني حط صويرة تاع وهو المراتع هنا هي ورايا أولوب عفوا بما أنكم قاعدين نشوفوا الفيديو هذا فهذا الدليل أنه لا باشتاع الفيسبوك او تفتحتها وانا كنت مسكرها لمدة أسبوع ولا أكثر على أسبوع تسكرت بسبب بعض الأحداث التي تسبب فيها تقشيرها هشامع نيبة فاليوم راح نفسر لكم بشي اللي سرى في الواقع تالصح هكذا باش أنير الرأي العام والناس المهتمين بالزواطط وبالمرتزقة تقشيرها دار عدة مناشر عليها مؤخرا حبيت استعرضها معاكم هنايا في 26 أفريل اللي فات إنشار واحد صورة تاعي تانية مع واحد طفلها كواقفها جنبي وش كاتب هاهاهاها راني داخل الكوزينة ديالك صفارة بريطانيا كما تدينو تودان ترقب المزيد كما تدينو تودان يعني أنا دخلت لك الكوزينة تانية هذا اقرار اللي الشي اللي انشرته عليك صحيح صح؟ من بعد نهار تاني لوفاند ساتة أفريل عود انشار الصورة وكتب الكتابة هذي قالك صفارة بريطانيا اني شعرف علي شو اللي يبدلي اللي اسم لك صفارة بريطانيا صفارة بريطانيا قدف المحصنات تسبل مناضلين بيع المحمدين عميل المخابرات خدام عند بن سدير الديود ومخافية أعظم منذ يومين تلقيت من أحد الأحرار من أحد الأحرارة ملف صفارة بريطانيا الشخصي وعلمته أن حياته شبهة بالمستنقاعات نشرت هذه الصورة مباشرة بعد ذلك أغلاق صفحته وأختفى كان يقول عني قد انتهيت وفي الحقيقة انتهى هو مليحة مدام انتهى قصدك الانتهاء انه واحد تفضحه ركعت تعترب لكلام تاقي هذك اللي قلتو عليك صحيح قدف المحصنات مش عارف يقصد بلك تيسة قرمود تيسة قرمود محصنة على بناشي باع المحمدين الله هدينا حاب تراش جيب لي دليل لها تعباع المحمدين محمد بن حليمة لقد قلت بني كنت عادمين طفحته وقبل دليل وقالت انا بالقمر بدون صفحته هو لم يقول له انت معين أصلا كيف أشبعته كيفاش محمد عبد الله كنت عادمين صاحف العباجة لكن انت معين أكثر قال لك عميل المخابرات وما أيضا تركه دليل لديه خدمة عن جانبته كيف خدمة عن شخصا كيف نشبه بعد واجزاز انشر في نفس المنسب قلت صفارة بريطاني وخاطر حفراتا بيديه وهو وقع فيها هنا في الفلوفان تويت أفريل وش انشار قالك أبشركم أنه سفارة بريطانيا راه في مشاكل قد صخت بسبب الصورة التي نشرتها وهو بصحبة طفلة بعد الفلوفان تويت انشار هذه قال عني جبان ففضحه الله وأنه هو الجبان قال عني انتهيت فكانت نهايته على يدي بسحرني رجعت دركة قال أنه سيحطم حياتي فحطمت حياته الشخصية قال أنه سيرسيلي إلى المحكمة وهو الآن داخل المحكمة وأمام القاضي قال عني رخيص فرخصه الله أمام امرأة بولندية قال عني مرتزق وظهر في الأخير أنه عميل بس ديرا سيد انشار هذه إذا كنت على حق فتأكد أن الله سيصخر لك رجال خفاء يقفون في صفك يظهرون عندما تثبتوا على مبادئك ليكونوا لك عونا في كشف أسرار أعدائك ونقاط ضعفهم لترمي بهم في مزبالة التاريخ معنى هذا هو يجب له ربي رجال لكي يفضحني ويرميني في مزبالة التاريخ كما رحبت جفوه هنا سيد انشار هذه الأخرى لفانتويت سيدة دم ممبول على بيك شخص الذي يشرب هذه الكمية؟ واحد ممبول وفرغ شخص الثانية إذا ضربتها في أوجيع فإن العاقبته واحدة نعمله في صمته ونضربه في العمق رأيت كيف دنيا الدوريا وحد الجبانق هذه لفانتناف هم صفارة بريطانيا المدعوف من الاخترشي الوحيد الذي يوقفه نهائيا عن مهاجمة الأحرى ويجعله يختفي كليا عن النت كانت ببساطة تلك الصورة صورة مع ابنته من زوجاته البولندية التي هجرته وتخلت عنه ولقد ترددت قال لك بلي تردد يعني هذا المبعث وهلو تردد ومنشرهاش مباشرهاش ولتردد يبقى يخمم عنده واكا عقب يوم والأيومين 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 هو يخمم باش نشر الصورة هذيك ترددت بالرغم من شره وقدفه وتورطه المحصنات في سراعه حلو الله ماذا بينا تقولنا اسماء المحصنات هذو باش نعرفهم بالاسم ترددت لأني ابن فاميليا أو ابن فاميليا العبد هذا ولكن لم يكن هناك حلا اخر وتذكرت قول الله تعالى والأدن بالأدن والسنة بالسنة والجروحة قصاص سيد واللي طبق القصاص تعوى هذا السيد اللي قال عليا انه انا عندي نشاطات في مواقع اباحية واش تقول يا فوم لقجر يا ميو ستة ننشر نشاطك في المواقع الاباحية تعم يو ستة تخيل انا عمرك ذبت عليه هو راح انشر العنوان تاوي وانا منشرت العنوان تاوي مقبل بالمناسبة نشرتها ولكن اخفيت وجه ابنته لأعلمه انني اشرف منها انا نشرت صورة اولادك سأروي لكم عن قريب لماذا اختفى واغلق صفحته التي تحميل اسمه اوكي لماذا اختفى صفارة بريطانيا المدعوة في المقجر واغلق جميع صفحاته التي تحميل اسمه خاض في الماضي وهو متزوج بالبولندية حربا دروسة مع قناة النهار وخاصة مع والد القومي المدعو انيسر رحماني ماذا يدخل هذه في هذه في هذه الحرب قناة النهار الساقطت تهمته ارهابي في فم القجر واتهمته بتحكير قناتها على اليوتيوب او انا هاكيس لشان تعام في اليوتيوب متأكد جوزة فم القجر لم تتحمل الضغوط وخاصة كانت مرعوبة من ان يحصل شيئا من ابنتها مني جبت الاخبار هذا؟ فقررت القلاق واخذ ابنتها لكن فم القجر اقناعها بالانفصال فقط الله ما فهمت بقني لا يطلقوش وانه سيتوقف عن مهاجمة انيسر رحماني هذه القصة التمنيين جبتها وبقاء اعزب وقام اعزب لانه لا يستطيع الزواج لانه رفض الطلاق ودورها صفارة الله يتحير فيها جدا العبد كان من قبل يقول عليها ما يمزوج دركها ضهارت منزوج الثاني كان يقول علي يا شغل ميافستا الثاني ظهرت من الزوج الثاني قاد وكل وحده تعرض الخرم زوجته البولندية حدرته من نشر صورة ابنته على ابنت أو يدخل في صراع مع أشخاص آخرين يكشفون حياته الشخصية وهددته بالتلق إذا وقع ذلك طبعا فمن القجر بما أنه أغيول لم يعتبر بلاها ربي ودخل في صراع معي وعندما نشرت الصورة تم إرسال منشور إلى زوجته عن طريق شخص جزاه الله خيرا شخص هذا جزاه الله خيرا فجنة جنون البولندية وهو الآن في المحكمة يحلل فيها كل كلب باش ما تطلقوش خلي تطلق نية دية كيفش نحل فيها باش ما تطلقوش والله ما نيش فهم صدقني يا صفارة واش عندي معلومات عليك قادر ندخلك العالم المجانين من بابه الواسع اوكي بعد هذي فلوترونت عفريل صفارة بريطانيا من قوة الخوف من البولندية حجب صفحتي على بريطانيا باش ما تشوفش واش راه يدير الحلوف لأن الفلوترونت تاني عفريل صدر امر قضائي ضد صفارة بريطانيا بمنعه من استعمال وسائل تواصل اجتماعي في حالة عدم احترام حكم القضائي سيتم سجنوه سوف تشكوبي على جل سويرة اوكي وصل لدكتور ضربك روجيل الشنغريحة دفور مالك حياتك اوكي بعد 1 ماي قالك مهما خدالتك الحياة لا تتزوج امرأة بولندية تغلق عليك بالدوبل سي مثل صفارة بريطانيا هنا يمدار نزع ما سردوك سأخبري شيكورة البولندية بكل شيء تاني هذي لدو ماي قالك اذا هاجمت شخص مظلوم ولم يرد عليك فاعلم انه يحفر لك قبرك ليرميك فيه ولو بعد حين اه نعم بعد ذات انشرت هذي قالك رأس الكابوية المدعو السخري هو اول من نشر كذبته موراد البيار هو اسماعيل زيتوت بعد ذلك قامت لا تكتب تبني هذه الكذبة مخروبة سبني على اساس انني اسماعيل سوريا الاغيولة سبتها الى زيتوت على اساس انني اسماعيل من دون ان ننسى صفارة بريطانيا كل هؤلاء كانوا يقولون اني اسماعيل زيتوت ومن دون دليل واحد ولا برهان يثبتوا انني اسماعيل فكيف بربكم تضعون نتقتكم في الاساكت وانتم تعلمون انهم كذبون وللباطلي يصفيقون والمخابرات يجدون لوسي اسماعيل بلغني ان البولندية رفعت دعوة قضائية ضدها كما سفارة بتهمتي دفع الناس للتشهير بابنته ونشري صورتيها كله فوق سبوبي غريبة هذه واحد يرفع لي انا قضية بسبب انه خلاف انشرت صورة يعني ماشينا نليدرس واحد خلاف دار هذه المرة البولندية هذه رفعت عليها قضيانا بسبب هذه المناسبة المهمة انه هو هشام عنيبة تقشيرها افضحني فخرجوا خرجوا هذه الضبوع بيننا الناس الذين يكرهوك وما يخرجون الأولين والذين موجوعين منك بزعف وما يخرجون الأولين فخرج ميزو البغي الميداني يضحك شوفوا كم نراسم دائر اللي يتع الضحك سنة تغير حسبهم سبعة وربعين ايموجي تع الضحك سبعة وربعين تخيل هذا يعبر على الفرحة وثاني هذا يعبر على الألم موجوع مني حتى ثاني خرج فيها ميلود قل 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 فته صفار بطبات الصادقين وتحية للرجال ونساء الخافاء ايه شكو مانا الناس الخافاء قل 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 عملك نonic الشيان وضحني المهم قل قل قد يخبر أحد السماع هذه البلد مكة هذه تتاهكينة لا أعرف لماذا قال لك الصفار هي الهداء الليل لا أستطيع أن تقتلها أحيانا لا أعطيها هذا هو الذي يمكنك التكفيه في التخطيق مع المخابرات المهم هو خرج يفرح و المسخ و المحروك يمكنك أن ترى العبد هذا يمكنك أن نطقيه هذا العبد لأنه حير كيف يمكنك قطع طريق في البلاد هذا الذي يمكنك أن يدهمه لا يقول لك أن تلمون و قزز المنظر هذا هو عمر خيرائي و أخرى عمر خيرائي كما ترى يمكنك أن ترى بالليو جورجي هذا هو عمر خيرائي كيف سرعته سرعته الحديثة لما كان صغير كما كان قمت و أعطيتهم في المطرح لما لم ترى المؤخرة كبيرة بشكل كبير فقعدت عليه و قمت بصول وجه و أعطيته مستطيل فعلا هذا وجه جيد مستطيل في هذه الطريقة الثاني هو كما رأيكم هو فرحان الجحش الميداني خميزوا البغ الميداني الثاني فرحان و قلت لك مختص في الهربع و انت ثاني مختص أن تضعي سقلة يوجد السقلة أهو هذا هو أهو المهم هو عندما نشر هذه و أنا سكرت لاباج و أنا سكرت لاباج و أنا سكرت لاباج و أدرك أن أقول لكم لماذا سكرت لاباج هذه الصورة صحيحة يعني الصورة ليست صحية فم بعد هو بعت بفو كونت بعت لاباج تحراش ميمز و حسب لي لاباج و هي لاباج و قالوا أمسح جميع منشورات التي تهجمت عليها على مراد و إلا رايح نقطيه الضوء الأخضر لكي ينشر ملف زوجتك البولندية التي يراك معها في الشرع و زيد ينشر على بنتك و جميع ما سينشره مراد رايح نوصل منشوراتك لزوجتك المنشور هذا تعرفوا بلسيد يحوس أني نحبس عليها الحرب سكرت لاباج و قالوا أمسح المنشورات نعم رايح سكرت له منشورات هذه لا يخوفني و لكنه مقلقينه فهو سيقول له أمسح عليها منشورات دركة نبدأ في الموفيد نحكي لكم القصة لكي تفهموا ماذا يحدث تقشيرة مؤخرا واحدة و واحدة و قالوا لك أنا كنت انتجسس على محمد بن حليمة و كنت آدمين في الصفحة بن حليمة أنا عمري و قلت لك أنا كنت آدمين إذا لديك دليل تقشيرة تضعوا لماذا هدرتها درك لماذا لا هدرتها من بكري محمد عبد الله إذا لديك دليل لديك دليل لديك دليل لديك دليل لديك دليل لديه قضية في البلاد و انتهمين لديه قادمين في الصفحة ماذا يريد ماذا يريد أنا أو أنت كما تلاحظوا تحبي لصقني في بن سديرة اخترع هذا الزوج قال لك لديك لديك و نعطي المعلومات لبن سديرة بن حليمة ماذا يريد و هو في الحبس لديه ميزو البغي الميداني و لديه دريس و صور مع فيديو ماذا يريد ماذا يريد ماذا يريد ممكن أن تقول هذا القرار ماذا يريد هل يريد هل يريد هل يريد أنا أنا أخبر أنا أخبر السيد في الحبس يضح يقول أخبر أنا أخبر أخبر كيف أنا في بريطانيا أو في فرنسا كيف نجسس محمد و أنا في حياتي كيف كانت أحد مهمة نهار ديغولاس ميلود زيتوت نشر هذه المكالمة التي كانت بينها بن حليمة في المكالمة هذه صوت ميلود واضح والصوت بن حليمة بين اللي جاي منورها تليفون فاللي كان يسجل في المكالمة هو ميلود زيتوت وهذه طبعا بدون علم بن حليمة وهذه جوسة سغ خمم مليح لا 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 أنا مخمم صحي خلاص فريطان يا رجل قلت لك قلت لك أخبره لا لا مليح أنا لا أشتش ترافية كل أمور وكل شيء يكون كارك أريد أن يكون أريد أن يكون الثاني كما على بالك المصدر هو الشابي بن حليمة وهذا بيعتراب بن حليمة هو نفسه وهو حر يعني هو شابية لكن هو شيء تاعه كانت على أساس أن يحرق وعلى أساس أني إنسان ما لديش لورق مفار من إسبانيا وتقشيرها في صفحتها وتاع مراد بير كان دار هذا المنشور الذي يؤكد هذا الكلام لكنه لا يتجرى أنه يهاجم المصدر وهذا طبعا بأوامر شي بلعب يعني هو ساكت على الحق زي وزي البغي الميداني ميزه لكنه مخترع هذه الكذبة تاع أنا والذي بعت بن حليمة فجأة من لا شيء يختاروا كلام معين ويقرروا فيه لكي يصدقوه بالذي هو الحقيقة لكنه ليس لديه أي أساس في الواقع لكنه ليس لديه لماذا أختاره كذبه مؤخرا كان هو الأول الذي يخرج المعلومات تقشيرها لكن ليس هو الذي كان لديه المعلومات كانت عندي بالزعمة لأن يطاكي بن سديرا ويطاكي نيانيا لا يستطيع أن يخرج ويقول أم كشفوني هذا في زوج كشفوني ولا يستطيع أن يتعاوني أنا وبن سديرا زعمان تعاونه كيف فتحناه وهذه لا يستطيع أن يقولها لأنه لو يقولها سوف يقر بالذي هذه المعلومات صحيحة فهو اختار شيء كما هك كذبة أني نجس على محمد عبد الله بن حليمة ونعطي المعلومات وكأنه بن سديرا يحتاجني هذه الحاجة الثانية أول فيديو تاعي أنا قلت له ما نحبش عليك الحرب حتى تولي قصديرا المصدى هذا كل مستقبل المستقبل هو قصديرا فأنا لن نحبش حتى نهار تولي قصديرا ونهار بن سديرا خرج المعلومات يا أحد الكلب أنا هاجمته أنا لم أحكي وماذا يحدث بعد ذلك سنشرح وماذا يحدث وكانت شجاع أخرج وقال لي أنا بن سديرا تعاوني أخرج أنت هي قشيرة لماذا لا أحد من الناس الذين يعرفوك خرجوا وكذبونا لماذا واحد لم يخرجوا وكذبنا مثلا يتضحكوا علينا وقال لي الصورة هذه ليس تاعدك والصورة هذه ليس تاعد المرأة أو نحن نضع معلومة غالطة أو نضع معلومة غالطة الناس على بالهم المعلومات تاعدك أنت اسمك هشام عنيبة عمرك 54 سنة لديك ثلاثة أولاد ليس زوج ثلاثة ابنك اسمه رايان وكذبونا وكذبونا تاعدك تأخذها معلومة في مدرسة وفي مدرسة سوف نحكي لكم كيف تجلب المعلومات عن البولندية من أحدها كأن الحساب يسمى عباس الرينغو عباس الرينغو هذا هو الذي كان يجب أن يطيق المعلومات ونقرأ لكم ما هو المساج الذي كان يبعد عباس الرينغو لأنه اسم الرينغو يبنى الوسترن لازمني أضعكم في المودة سوف نوصل لكم الفكرة عن عباس الرينغو كيف تجلب كيف يتكلم اخير اخير مرحبا وحبي عباس الرينغو انا عباس الرينغو نعرف اليوم سوف نقرأ لكم المساج السلام عليكم حبيبي عندي ليكة جديدة على فم القجر صفرها راح تقصفو سوا سوا فم القجر عندو بنتو مع مره بولندية وراه هما نفصل معها لكن مش مطلق وعلا هادي مقدرش يعود يتزوج هادي الصورة كان حطافي فيسبوك ديالو في ديميل ديست وما طبولش فصها لما بدو الناس يقولولو بنتك لو تحطلو صورة هادي نوعدك راح يسكر الفيسبوك ديالو المهم لاخر قلو هاها ربي يسترك بعد 26 افريل قلو هادي كما وعدتك راح سكر الصفحة مش راح تشوفو على خاطر مرته البولندية تشكي به لما تشوف بنتها انت مترح موش غرق ومليح بالقصة هادي انا مبعد سكرت لاباش داعي هاديك بعد الاخر قلو قالوا صدقت انت واعر يا اخويا حتى لو كان يرجع راح ندير في حالة يا اخويا يا اخويا بعد ذلك قالوا اعرح يرحم الوالدين اخويا العزيز شكو انت عباس الرينجو السلام عليكم حبيبي مش مهم انا واش نكون المهم ارا اني معاكم على الرجال الحقيقيين فمن الخجر مش راح يرجع اديها من عندي حبيبي لما تنشر المعلومات اللي اعطيتك نزيد نبعتلك صورة ديالو مع الزوجة البولندية وراه في مشاكل كبار معاها وراي شافت الصورة لي انشرتها فمن الخجر راح في مشاكل قضائية معاها في بريطانيا ممنوع لي ينشر في فيسبوك باش ما يستفزكش باش انت ما تهدرلوش على زوجته السابقة او بنته وهي راحي شاريتها له نزيدلك معلومة حبيبي انت تعرف ان فمن الخجر حجب صفحته في بريطانيا وسبب الحقيقيه هو باش ما تشوف زوجة توب وش ينشر لكن انت ضيت عليه شي اللي درتو انت ما دارو حتى واحد يا حبيبي بعد الاخر ردلو قلو ربي حفظك خيال عزيز وما بعد الرينج واذا تبعت له ومقطع هذا راح نغطيوه بصحق بعد تشوفوه سلام عليكم حبيبي دايمن يبدالوه هكذا سلام عليكم حبيبي والله راك داير خدمة شاب الله يبارك وتأكد مستحيل يرجع لخاطر وعليه امر قضائي بعدم استعمال فيسبوك كما خبرتك المرة اللي عدات راني مع الرجال ثابتين تحياتي المهم راني خلص المقطع تاعي كان معاك بعباس الرينجو رينجو ما رينجو الاحصال يجي من بينجو المهم نشكر عباس الرينجو مرسلنا من تكساس الذي اوفنا بهذه الشهادة القيمة صح اشفوه هنا وينقلو انا مع الرجال الحقيقيين هذه هي وينقلو الرفيرانس مع الكلام اللي قالوا اسمعين زيطوت ديجولاس كما راكم ترونه هنا المنشير اللي قاعد يشرام هو ما يعكسه ما كان يقلو عباس الرينجو مثلا هنا قال لك حجب صفحته في بريطانيا باش ما تروني شراه يدير الحلوف هذا يؤكد الكلام اللي قالوا عباس الرينجو صورته مع ابنته من زوجته البولندية ترددت بالرغم من شره وقدفه لكن هو راح ينشرها مباشرة قالوا ترددت كان القصة هذه زادها من عنده ونحن عرف من نجابها كما تلاحظون هنا عباس الرينجو لم يقلو عنها فمن قدر خضها في الماضي وهو متزوج بولندية حربا دروسا مع قناة النهار فهو ليس زادها من عنده قال له زيتوت لأن زيتوت هو اللي حكيت له هذه الحكاية فهذا الدليل واحد خلاف أنه يجب معلومات عن زيتوت مثلا لا تردد إجابها من زيتوت لكن كما تلاحظون عباس الرينجو لم يقلو عنها هنا عندما عباس الرينجو قالوا في مشاكل قضائي سيجري مباشرة هنا أبشركم أن صفارة بريطانيا هناك مشاكل قد صغط بسبب الصورة التي نشرتها كما ناتني قال وهو الآن داخل المحاكم أمام القاضي كما راكم نرى هنا بين المعلومات التي جاء من عباس الرينجو اللي هم الموجودين هنا شاهدوا المشور هذا المشور بلغني من مصدر موثوق أنه صدر أمر قضائي وفي حال تعدم احترام حكم القضائي سيتم سجنه هناك قطعة من هذا الذي قال له عباس الرينجو لكنه زاد هدي تاع سجنه من أين قمت هدي تاع سجنه وفيها غرامة مالية كيف سجنه كيف سجنه هناك استقناف المهم ندركها يا جماعة سوف نشرح لكم ما هو عباس الرينجو قبل أن نضعه على عباس الرينجو دعوني نضعه على حوايج كنت نقوم بعمل التقشير التقشير كل مرة نقوم بفخة يا طعفية المرة الأخرى التي سأتي بها في هذه الفيديو كيف بدأت الفيديو كنت أقول 22 23 24 المرة هو 20 فبري 21 فبري 23 فبري 24 25 26 26 28 29 ومن بعد كملت 30 31 33 34 35 37 37 38 39 40 فبري أنا كنت قاعد من ديهرات مسخيرة هذه الفيديوهات كم صورتها في نهار واحد لم يقضوا الكم من قبل لو كان كنا أنا غالط هم يخرجوا ويجريوا رابيد مو يفضحوني ضحكوا عليها قل لك 31 فبري السلام عليكم أخوتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير أنا 31 30 30 30 30 30 30 30 سوف تجد هذه المكتوبة مكتوبة كمان لا بيت لا بيت الخدعة الثالثة هناك صورة اضطتها على اساس ان اتضربتها و اندرس الفاصمة فوق عيني هو رحزها و عاد دائما يخدم بها على اساس انها صحة و هي مصراتش مكيش منها والدليل هاو يعني كما رح نشوفه حاجبي مصرات البولو و انا رح نضع هذه الفاصمة كما هكذا باش ندير كابتير الفيديو هذا و نحشيها لكم برك و بعد لما تشوفوها تفرقوا بلي التحشاد الكم الفخ الرابع كانت كانت صورة هادي تاع سامير حطه هو عنده و قاعد يقول بلي سامير راوها بطل البلاد و انبعزت دار من شهر واحد خلاف و قالت بلي سامير را ما اعتقلوه في البلاد لكن سامير كان دار هادي فخة تاني و الدليل راوه في الفيديو هذا مهني رايح البلاد بوادي قاعدت بيك حسنا راوها بوادي وقاعدت بيك و ما نريح البلاد بوادي انا قلت لك بودي برد و كابي و كعبا بعد الأن شرنا له هذا الفيديو وهو سنعığımız هالك أخر المهم هو كلما نحفر له حفرة يطح فيها أصلاً كيف كنت أشاهدته بخدعة خدعة عند حضرة هي يضح فيها ثم في الفديو الأخرى فأنت تعرف بها ماذا أخبرتكم على الأفخاخ ماذا أحد أباس الرينغو هذا ؟ ما أحد أباس الرينغو هو ماذا أحد أباس الرينغو أنا أدخوه في حياته هل أخبتني أباس الرينغو لماذا لا أصبح أباس الرينغو لماذا أخبني أباس الرينغو ايه انا هو عباس رينغو حشي تلك مرة اخرى حشي تلك كنت تنسخر بك مخترقك انا ساكن في مصارنك وقعد نسرب لك في معلومات غلطة ممشيك من ودنك يوحد البغل وانت قاعد تنشر كي الجحش ايها الجحش انت جحش وهدوك اللي مع كامل اللي قاعدين نفرحو تاني جحوشا انهم عزمين على الجحش كما انت انت جحش ميزو باغل كوتا ميزو جحش عمار خيرائي جحش محروق هدوك جحش قصديرها هدوك بغلاء كيفكم ديقولاس ميلود زيتوت بغل سماعي الزيتوت بغل لانه قاعد يسمع لك انا اعطيتك معلومات غالطة وانا عندي دليل بالمعلومات هدوك غالطة تدركك قادرة تقول اه مكيش منها موصلت لي انت موصلت من معلومات خلافة وانا بلك اللي فبررتك المساج صورة هدوك تلك البنت هدوك صورتها هناك صححا في الامن صورة كبيرة كبيرة من الى طقيق اذا كنت سألة الصورة قليلة بصحا عندما يل درون وانت صور في الصورة اذا اخو llama اذهب لهم واختارها على كذبة ولكن هذه المعلومات اجبتها من بلاصة غليف صحيحة كمل فيها يا شخص البغل يا شخص الحمار كيف سترى اذهب لك في المرأة؟ انا طلعتك كافي يا ابن الابير اراني طلعتك كافي طلعتك مكامل كوافا زعب انت ابن الابير يحشيه لك انا احشيت هك عبك في الجزائر يقولوا مثل المثل المثل شائع يقولوا الميلي حيلي فبلك المثل هذا صحيح والدليل هاو انا احشيت هالك اين احشيت هالك طريقة اللي حكمتك بها بحشوة ان احشيت هالك ودركها اراني حشي هالك لمدة عثمانتين وانا حشي هالك انا مرتب بولندية انا لم اكتفي بهذا فقط الحشوة اكبر من هك انا مع الاخر تعمل الميساج القطعة هذيك اللي خبيتها راح يكشف لكم عليها هنا انا احبيت نجيب الدليل الذي يخدم مع زيطوت وهنا اثبت بالدليل قاطع بالاعتراف تاعه هو بلي يخدم مع زيطوت ماذا قلت له؟ احبيت نجيب الدليل تبلغ تحياتي لأستاذ محمد العربي وتسلم لي عليه بزاف وقل له اذا احتاج اي حاجة راني في الخدمة راه خبر شباب تخلص من فم الخماج على بالي يفرح به ومع الخير قال له كما خبرتك المرة لعدات راني مع الرجال ثابتين تحياتي وش رد لي هو؟ ربي يحفظك واسلامك سيصل ان شاء الله الى الأستاذ محمد العربي ايه تخدم معه هيا اعد لدي تقول نحتاج الصفحة لم يمشي اسماعي الشيطوت صفحة لا يوجد السماعي الشيطوت نحن متأكدين بلي الصفحة تاسماعي الشيطوت عندما تخرج ودافع armas ويقولون انه لا يوجد اسماعي شيطوت الآن كانوا يقولون ان العربي قالوا في قروجي و تسمينه ماذا لما وصلنا وترسينه بلي الصفحة تاسماعي الشيطوت ويتاختراك يأتي لا 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 ليس ان اسماعي الاختراق ليس حب صغير هنا يا برك ما هذا السيد الذي اتهمته في كندا؟ اتهمته زورا الثاني للرينغو هو الذي اعطاله هذه المعلومات ماذا قاله؟ السلام عليكم خيار روجي صحافة تورك وربي يعينك على ديوت دليبا يونس دليبا زوجته مغربية من الريف ولكن مرأة شمطة أربع أولاد كاتيا ابنته الكبرى عشرين سنة تشتغل في مطعم مطعم هذا آلو مونكوكو تخدم سرفيوزل تماما غادرت المنزل وتسكن مع لاتينو هو لديه شركة تنظيف ولديه وظيفة مع الجوفرنموندو كيباك يعني احذر منه يقدر يجبط لك دوسيات تلك لديه سيارتين كيا مهم هو مبعد ولا فرحان ربي يحفظك أراك أعطيتني واحدة المعلومات مهمة جدا جدا كما قلت لكم هذا الشخص مجرد بغله إنسان متسرع سنشر هذه المعلومات مباشرة هنا يراه يهدر على المطعم هذا آلو مونكوكو المطعم هذا صح موجود في موريال المنشور هذا هو أن يهدر فيه على لاتينو المزعوم لا يمكن أن تخبرني سيارته نحن نسرعه على هذه التسوارات هذه التسوارات التي تفضلتها التسوارات التي تفضلتها في المطعم كانت مقارقة في المطعم وصفرناه ونسرعها وبعدنا له التسوارات هو يهدر المعلومات ويذهب ونشرها ما لديه سنشرها في الصفحة الثانية تقوم بإخبار الحراكة كل شيء كما توجد الصفحة التي يمشيها سماعيل زيتوت هذا الدليل مختلف الذي سيخدم مع سماعيل زيتوت في المنشور الذي انشرته هذه الصفحة أخبار الجزائر هناك معلومات الكثير من قبل عباس الرينغو وهي طبعا معلومات غالطة لكن في بداية المنشور هناك كلام يقول أنه دليبا كان يهدد مناضلين وكان هو يسبب في منعهم من النزول إلى الجزائر والتضييق عليهم أنا تقصيتهم من قبل يعطينا أسمائهم لم أعطينا أيضا اسم وما زلت نتحدى يعطينا أسماء الناس هذا المشكلة الأكبر هذا فو كونت فو كونت أخبرتهم معلومات السيد لا يتأكد شيئا لا يتأكد من طرف ثلاثة أي كذبة تأتي سوف نشرها سوف أخرج لكم كوافة هذه المعلومات غالطة لا يوجد معلومات صحية هذه المعلومات التي سربناها والتصوير هذه تأكدها ثاني نحن نتحدث يأتي بك هذا البغل وانتايا تبلع عبرك تزرط تزرط وتديني معاك هؤلاء الذين يعزموا عليه ثاني هذا هو الجزاء جزاء اللي يعزم على بغل من أمتالك وأمتال ميزو البغي الميداني زيتوط يحب الأشكال هذه لكن الأشكال هذه هما أجحشها ديناي ديناي جحش الغالب هؤلاء الناس هؤلاء الناس يا جماعة زي ما يقول لك الصدق والمصداقية ويشتدلوا بالقرآن والدين هؤلاء الناس هؤلاء الناس هؤلاء الناس هؤلاء الناس هؤلاء الناس يجبون معلومات كما هؤلاء الناس وينشرهم تلفيق كعبارة الزلاور هذه الصفحة التي نشرت عليها في اليوم لأن سيد رأيته بان معي في لديزنة فيفري وزيت بان معه بان سديرة قال لك انتما أدركها الله عز وجل يحاسب كل شخص على شخص لا يحاسبك على شخص هذا الشخص قلت له قال لي لدي شركة أمنية قال لي لدي شخص وقف معه بان سديرة هذه الصورة وقف مع بان سديرة أنا أولا عمري قلت بان سديرة وقف مع بان سديرة على ذلك لأن سديرة العداء تعم حقيقي لا يحملون بعضهم لا يتجدون لا يحارب الباطل بالباطل نحارب الباطل بالحق انتم تحاربوا الحق بالباطل يوحد الكلاب لقد سأخذتكم القرر من المسل كافة كامل تقشير 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 نبا رائعة من قبل أنت لديك لا تخرج نصف كل لا تخذموا لا تخدموش نص مخ كلب انتم عبارة عن بعوض عبارة عن حشرات انتم قدامي عبارة عن بعوض وحشرات مثل مرخص هني قاعد نلعب بكم هنا زعم هذا البطل المغورتها هني مختارقها هني فاتحه نصين ودخل فيه دراك قبل تأكدب لي هذا الكونت تاعي سنبدأ لكم فيديو وندخلو له مباشرة ندخل لي ميساج كما راكم نرى هذا الكونت تاعي هذا اسمه عباس الرينغو كما راكم نرى هنا يذهب للميساج هنا يطلع لي صفحة تحراش الصفحة لو كنا نكليكيو عليها ستدينا مباشرة صفحة تحراش نعودوا رجعوا لميساج كما راكم نشوفوا وهنا الميساج اللي بعت له كامل قاعد الميساج اللي بعت له اللي كان اللي كان فيه اللي 12 أبريل هذه هي صورة على الطموبيل ومن بعد ستعي هذه هنا في اللو 25 اللو 25 اللو 25 اللو 25 اللو 25 اللو 25 حالة لا يسوق قاعد كلاب يا أولاد الكلاب كما قلت لك نهايتك سوف تكون على يدي